يعني فت مصيبة وكارثة حقيقية داخل شركة أدوية سامراء فساد نفوذ احتكار بل وذهبت إلى وجود حوت ما الذي يحدث في شركة أدوية سامراء؟ هناك أدلة ووثائق وصلتني وهناك معلومات من داخل أصلا المديرية مديرية شركة سامراء للأدوية بأن هناك احتكار لشركة معينة أو لمكتب معين وليست شركة هذا المكتب اسمه مكتب سوفيان من 2019 إلى اليوم محتكر كل شيء داخل شركة الأدوية أولا هم ثلاثة واحد وليد سوفيان وبلال وثلاثة هم تابعين الشخص اسمه بلال فهذه الاستحواذ أكيد وراء صفقات كبيرة وراء فساد كبير وراء توزيع حصاص كومشنات يعني ليس من المعقول أن يكون شركة واحدة هي من تدير شركة أدوية سامراء من 2019 إلى اليوم زين آمننا أنه أكو اختصاصاتي اختصاص هذا المكتب مكتب سوفيان لكن اختصاص الطباعة وشركة أدوية سامراء رايحة متفقة أو مسوية عقد سوى العقد مع شركة أخرى للطباعة وما نفذت هذا العقد وراحت سوى العقد إحالة جديدة طبعا هناك خمس إحالات بها مخالفة صريحة وواضحة هناك إحالات أخرى إلى مكتب سوفيان من أجل طباعة وهذا مخالف تماما لكل قرارات مجلس وزراء لتوجيهات وتعليمات وزير الصناعة فيجب أن يكون هناك محاسبة جادة في الأسبوع المقبل كان هناك استضافة ودعوة لمدير الشركة ومدير التجاري طبعا هي المشكلة مع المدير الشركة والمدير العام ومدير التجاري مدير التجاري هو يروح يسوي كل هذه الصفقات ويجي بالاتفاق مع مدير العام يطمطمون الأشياء اللي يردوها ويمشون اللي يردو زين أنتوا من سويتوا عقد شراكة مع شركة مختصة بالطباعة لماذا ذهبتم إلى مكتب سفيان؟ هذا المكتب ليس من اختصاصها الطباعة نهائيا يعني كل سجل الشركة موجودة ما لها أي اختصاص بما يتعلق بموضوع الطباعة مرة هو إلى علاقة بتجهيز مستلزمات الطبية مرة إلى علاقة بموضوع العلب مع عللب وما أدري الشنو فما لا علاقة أي نهائيا بأي شيء اسمها طباعة زين هناك قرار لمجلس الوزراء أنه ممنوع يذهبون باتجاه طباعة مع شركات خارج العراق هم رايحين حتى أصلا هناك إحالات يرحون إلى دبي يطبعون الأشياء اللي يردوها ويرجعوها وهناك كتب تم إحالتها إلى قمارك لمساعدتهم لأن هذول خطية راح يأخذون أموال الدولة كلها فلازم من ناخذ منعدهم قمارك هم سووا لهم تسهيلات في القمارك يعني فت مصيبة وكارثة حقيقية داخل شركة أدوية سامرة لهذا سويت كتابين كتاب إلى إدعاء العام وكتاب إلى هيئة النزاهة وعلى هيئة النزاهة والإدعاء العام مسؤولين أمام المجتمع العراقي أمام الشعب العراقي بإكمال هذا التحقيق ويجب أن يتم محاسبة مدير عام الشركة وأيضا المدير التجاري محاسبة قانونية يليق بمستوى الفساد اللي يسوها داخل مديرية شركة سامرة نعم أجدد تحية بك ثانية سيدة الكريمة استدلوا من كلام حضرتك بأنه بعد إحالة ملف المخالفات لشركة صناعة أدوية سامرة إلى هيئة النزاهة والإدعاء العام وبالأدلة كما ذكرت حضرتك لم يرد لربما الرد من هيئة النزاهة حتى هذه اللحظة أو من الإدعاء العام هذا واحد ثانيا الأفراد الذين ذكرتهم أو وصفتهم بأنهم حوت يستغلون المال العام في الشركة لصالحهم هل هناك لربما جهات متنفذة قد نصفها بالجهات السياسية تقف خلفهم طبعا أنا لا أستبعد أن يكون هناك جهات سياسية وأشخاص داخل هذه الجهات السياسية والحزبية متنفذة لأن ما شاء الله كل حزب عند واحد يشتغل يعني المكتب الاقتصادي ما لتلازم فهذولا يجون يقاسمون فيما بينهم لكن لحد هذه اللحظة ليست لديها معلومات أكيد من هي هذه الجهة إذا لم يكن مدير عام الشركة ومدير التجاري مدعومين وينطون حصص لأصحاب النفوذ لماذا كانوا استمروا؟ أسبوع الماضي كانوا في لجنة النزاهة وشنوها القوة اللي عدهم أنه طلعوا من لجنة النزاهة ويقولون أنه معتهم أي مشكلة واستمروا على موضوع العقد مالتهم وإحالة هذا العقد رغم أنه بمخالفات طبعا هذه الشركة القديمة اللي عدتها شراكة مع شركة الأدوية السامرة إذا تذهب إلى القضاء فبالتأكيد يكون هناك غرامات عالية وكبيرة على شركة أدوية السامرة من يدفعها مال العام؟ قوة المواطن الفقير يدفع كل هذه الأمور وأساتذة محمد عبد القادر وأستاذ محمود متوانسين الله أعلم وين هسف فلوسهم؟ فلهذا يجب أن يكون فعلا تحقيق جاتب هذا الموضوع بما يتعلق بأن لم يرد لحد الآن أنا يوم أمس أرسلت الكتب إلى إدعاء العام وإلى هيئة النزاهة وأنا عندي ثقة كاملة مطلقة به هيئة النزاهة بأن سيحققون في هذا الأمر ومن خلالكم أدعو السيد القاضي ضياء جعفر هو معروف بأنه جات ويشتغل بشكل مهني ودون الضغوطات أن يأخذ هذا الملف على عاتقه وأن لا يجامل أحد على حساب هدر المال العام وإلى حساب القوت الشعب العراقي عندما يكون بيد ناس لا أباليين لا يشعرون بالمسؤولية هم ناس فعلا فاسدين ويجنون كل هذه الأموال من أجل بقاهم في هذه المراكز نعم سيدة سروة ألا تعتقدي بأن اليوم عندما نتحدث عن فساد في شركة كشركة أدوية سامراء اليوم العيون تتفتح على ما يجري داخل هذه الشركة هناك من يتسأل ما الضامن أن الفساد لم يصل حتى اللحظة إلى العلاج ذات العلاج إلى ذات الدواء بعيدا عن العلب بعيدا عن الطباعات ما الضامن أن لا يصل الفساد إلى دواء الشعب وإلى علاجه يعني أنا واثقة بأن إذا كان هناك رصانة في الرقابة سنجد بأن هناك مخالفات كبيرة وعديدة لأن إذا شخص هو ما عنده ذم وضمير يتعامل بهكذا فساد فبالتأكيد ما عنده لا ذم ولا ضمير فيما يتعلق بموضوع الدواء وموضوع الأدوية ما أريد أنه أتهم لكن أريد أن أوصل رسالة إلى جهات الرقابية وخصوصا وزارة الصحة عليها أن تراقب هذه الشركة التي تابعة لوزارة الصحة عليها أن تراقب كل تفاصيلها وبالدقة كي لا نندم بعدين يعني بعد ذلك أنه نندم نقول له كان المراقبة أفضل فلهذا يعني أدعو الوزارة الصحة وجهات الرقابية بأن يكون هناك رقابة جدية حول هذه الشركة ومع الأسف يعني يفترض أنه شركة أدوية سامران من أسماء المهمة في العراق بصراحة يعني إحنا من كنا صغار لحد الآن كنا يعني أتذكر أنه من كنا نجيب دوة من شركة أدوية سامران أنه الكل يمدح بها لكن هسا بسبب هذا الفساد وهذا اللي موجود داخل الشركة والمسؤولين اللي استحوذوا على الشركة وأنه يعني مما أقول الشركة تروح تتعامل مع شخص واحد وعنده ثلاث شركات ومكاتب ومكاتب المستلذمات وكل شيء يجي من خلاله لماذا يعني هل العراق ما بشركات أخرى لا توجد منافسة ألا يجيب لكم يعني واحد أفضل أسعار أقل يعني يكون هناك كوالتي أفضل فلماذا أنه تحديدا هذا الحوت سفيان اللي هو أنتم متفقين وياه وبهذه الطريقة وهذا الفساد الفاضح والعلني يعني أنا اللي عندي أربع خمس إحالات هذه الخمس إحالات كلها بها مخالفات فإذا نطلب الإحالات الأخرى أيضا سنجد هناك مئات المخالفات القانونية ويجب أن يكون هناك فعلا محاسبة جدية لمديري هذه الشركة نعم طيب يا سيدة الكريمة كنا وما زلنا ندعم الإنتاج والمنتوج المحلي وعندما نقرأ صنع في العراق نتفاخر بهذا الموضوع طيب في ظل الفساد الذي شخصتم حضراتكم كيف تقيمون مبدأ صنع في العراق على وفق المعطيات لا بالعكس أنا يعني علينا أن ندعم هذا التوجه علينا أن نبعد الفاسدين اللي يردون يخلقون جو آخر يعني هذا مدير عام قد يريد يخلق جو حتى ما نثق بشركاتنا بمنتوجنا المحلي لا بالعكس إحنا علينا أن نبعد هؤلاء الفاسدين كي نقوي مؤسساتنا نقوي شركاتنا المحلية نساعد ونساهم وندعم كل من يريد أن يشتغل داخل هذا البلد هذا البلد ملك للعراقيين ويجب أن يكون هناك فعلا العراقيين المستثمرين سواء أو كانوا من يشتغلون في مجال العام أن يكون لهم دور مهم في منتوج المحلي فلهذا أنا أقول أنه لا علينا أن نكون داعمين لمنتوج المحلي وأن ندعم هذه المنتوجات وأن نرفضهم بكل ما نستطيع لكن أن نبعد عنهم أياد الفساد والمرتزقة والطماعي نعم ما التبعات القانونية للإحالات التي قمت بتقديمها سيدة سروة وأيضا ما الواجب على مجلس النواب أن يقوم به في ملفك هذا يمس قوت المواطن أمن المواطن علاج المواطن بصراحة أنا إذا أنتظر فترة معينة إجراءات هيئة النزاهة والدعاء العام لأن طالبت تحرك هذه القضية من قبل الدعاء العام أيضا ومن ثم إذا شفت أنه ليس هناك طريقة للحل بالتأكيد سأتوجه إلى جمع التواقع لسحب يد هذا المدير وأن يتم إقالته بصراحة لأن وجوده وبقاءه في هذا المكان ضرر للعراق ضرر لمال العام ضرر لشركة أدوية بصراحة أقول لك يعني خل الحكومة تعرف خل الناس يعرفون أنه هذا المدير عام بهذا المكان لا يستحق أن يبقى في هذا المكان عندما لا يكون يحافظ على مال مديرية كشركة أدوية سامراء فليس من حقه البقاء في هذا المكان سيد سروة ولكن ماذا لو قبلت بالرفض أو ستتهمين بأنك لربما ترويجين لشركة أخرى وتسقطين بشركة أدوية سامراء كيف سيكون الرد بصراحة أنا ما يهمني هذا الطبيعي لما أنا أجي أوقف عملية فساد معينة في أي مؤسسة من المؤسسات فبالتأكيد يجدون أن يكون ناس مستفيدين أو يكون ناس ينطوهم فلسيا سيكون يروجون لفسادهم ويقولون أنه هذول لا صاح أنا قدمت الوثائق والأدلة لجهات رسمية في البلد فأنا دوري اليوم ينتهي يعني اليوم أنا دوري ينتهي لأن قدمت كل هذه الأوراق والوثائق إلى هيئة النزاهة وإلى إدعاء العام أنا يقول بعد تحقيقاتهم إذا لم يكن هناك أي شيء جديد وأنا واثقة بأن هيئة النزاهة سوف تمنع هذه الكوارض أنا ما عندي شيء مع مثلا الشركة الثانية شركة ثانية راح تأخذ فلوس من الدولة العراقية من مديرية شركة سامراء يعني فأول تالي هي هاي الشركة ما راح تخسر اللي يخسر هم حكومة وزارة المالية أموال العراقيين اللي يخسر وليس شركة ثانية شركة ثانية ما يهمها طبعا أكو عشرات مثل هذه الحالات داخل مؤسسات الدولة العراقية وداخل وزارات ووزارات أخرى يعني أيضا يكون هناك عقود يتم إبرامها ومن ثم هناك التنصل وذهب إلى جهات أخرى وهذه الشركات تذهب لمطالبة بحقوقها فلهذا يجب أن يكون هناك إيقاف لكل هذه المشاكل نعم إذن بالتأكيد حق الرد مكفول الأسماء والجهة التي تم ذكرها قبل قليل في هذا الحوار نود أن أشكرك على انضمامك معنا عضو لجنة النزاهة نيابية السيدة سارو عبدالواحس شكرا جزيلا لجنبكم الكريم اشتركوا في القناة